حابة تكلم معاكم كلمتين اعتبروها نصيحة او تحذير وانا مش هدفي طبعا ان انا اخوذكم او احبطكم هدفي ان انا انبهكم واحذركم علشان لو ماشيين في الطريق ده اعرفك ان انتي ماشية في الطريق الغلط علشان نفوق كده ونركز وناخد بالنا من افعالنا ومن تصرفاتنا وانا ماشيين في النظام الطيبات صباح الخير على الحلوين الطيبين اللي وحشوني قد الدنيا يارب كلكم تكونوا بخير ومازلنا صامدونا في نظام الطيبات واحنا مع بعض ان شاء الله ربنا يعينا كده ويقوينا على اللي جاي عشان اللي جاي صعب وهلت بشاير رمضان كل سنة وانتوا طيبين النهارة ان شاء الله كده ليلة الاسراء والمعراج كلنا بإذن الله مع بعض كده كصحبة في الطيبات وصحبة في الخير ندعي لبعضنا بالشفاء العاجل يا رب لينا جميعا ويشفي كل مريض فينا اللهم امين ما ننساش بس بعض في الدعوات وما تنسونيش كمان في دعوة من دعواتكم الحلوة كده ان شاء الله في ليلة الاسراء والمعراج ربنا يتقبل منا جميعا والنهاردة ان شاء الله فيه صحور للي يقدر ان هو يصوم بكرة ربنا يتقبل منا وما احلى الصيام في نظام الطيبات لان الصيام في نظام الطيبات هو اصل النظام عايز تشفى من اي مرض عايزة تخصي احلى حاجة معاك الصيام يعني لو كنتي لسه مبتدئة في نظام الطيبات بقالك شهر اتنين تلاتة يوكبر برضو ده لسه مبتدئة ما بقالكش كتير ولسه ما فيش نتائج واضحة لهدف بتاعك اللي انت عايزة تعمليه في النظام الطيبات فان شاء الله اؤكدلك انه مع الصيام الاسلامي هتلاقي نتيجة كويسة جدا معاكي وخصوصا بقى في تيبس بسيطة كده حتى لو انت صمت الايام دي او على جاي ان شاء الله صيام رمضان لازم يبقى بين الوجبتين الصحور والفطار تكوني صايمة صيام جاف بين الوجبتين دول اول حاجة النظام مش بيحدد عدد وجبات ولا كميات بس طبعا الافضل هو التقليل تقليل عدد الوجبات والانقطاع طبعا اي حاجة تدخل الجسم لو اول مرة بتشوفيني انا اسمي دينا ودي قناتي دي هوم هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام اتسألت كتير عن الحلاوة اللي انا كنت بستخدمها الحلاوة الشعر يا بنات والحلاوة الطحينية اللي هي سمسم خام ما فيهاش طبعا اي دقيق خالص دي كانت حلاوة السنهوي وحلاوة الشعر برضو الدكتور برضو اشار للحلاوة الشعر وقال انها كويسة برضو وانا بالنسبالي ده مصدر موصوق منه ان انا اشتري منه الحلاوة هو مصنع للتصدير والحلاوة دي حلاوة بلدي كمان كانت الدكتور بيقول الحلاوة الفرخ ممتازة برضو معنا لو تقدروا ان انتم تجبوها فيه فروع للحلاوة الفرخ دي في تقريبا المنصورة وفي اسكندرية وتقريبا طنطة كمان خلوا بالكم برضو من الحلاوة اللي انتم بتشتروها علشان بيبقى متضاف اليها دقيق حلاوة الشركات كلها اللي هي المعروفة طبعا المحلية هنا عندنا في مصر كلها بيدفولها الدقيق انما مثلا الحلاوة زي اللي ورتها لكم دي دي مش معروفة لان هي حلاوة تصدير مش موجودة في السوبر ماركت ولا في الهايبر ولا في اي بقالة تمام فهي موصوق فيها ما فيهش اي دقيق نهائي وطارية جدا جدا بجانب حلاوة الفرخ والشعر اللي الدكتور بيقول عليها ده طبعا من ضمن التحذيرات اللي انا عايزة احذركم منها ان انتم برضو تخلوا بالكم اي حاجة بيكون متضافئ لها دقيق واحنا بناعرفش فتتعبنا برضو والاكل ما فيهوش مغازي وصحي وهلسي الاكل مناسب لجسمنا او غير مناسب الدكتور بيختار لنا الانسب لجسمنا ولو مشينا عليه حنعرف ان احنا نتعامل مع مرضنا لان المرض مش مزمن احنا نقدر ان احنا نسيطر عليه بالطعام انا برضو جاية سيطرة على الموز واللي عملوا فيي الموز المرة اللي فاتت فبصراحة انا قعدت عندي كده كزا يوم وبعد كده يعني هديت خالص ومعدتي راقت وبقت كويسة الحمد لله قلت بقى خلاص ان انا هاكل الموز بس هحطه على النار زي الدكتور مقال واحاول ان انا انشف منه الميا اللي فيه شوية ويستوي على النار كويس علشان معدتي ما تتعبش منه تاني واستكفيت برضو بمزايا واحدة ما كترتش اكتر من كده حبيت اعمله بطريقة جديدة حطيت معلقة من السكر الابيض على النار سبتها لغاية ما تتكرمل شوية كده وتبقى سايحة في الوقت ده جبت الموزة وعملتها بالطريقة دي كده بالشوكة كنت قبل كده بحط الموزة على النار برضو بس كنت بعمله كده شرايح او حلقات على النار وكنت بحمره كده على الوشين المرة دي حبيت ان انا اعمله كأنه مربة اهرسها جامد قوي كده كأنه مربة والسكر كان بيتكرمل هنا السكر صح شوية احاول بقى ان انا اجيبه من جميع الاتجاهات واحلى حاجة بقى لما تتبع نظام غذائي زي نظام الطيبات يبقى مليان بالسكر ايه اللي بيحصل في جسمنا طبعا السكر مهم معنا جدا في النظام السكر مهم قوي قوي لان المخ الوحيد في الجسم اللي يقدر انه هو يستخدم السكر ده كواقود وعضلاتك محتاجة سكر جسمنا كله محتاج للسكر وما نخافش من السكر لانه هو بيدوب واي حاجة بتدوب في المياه ما نخافش منها هو بيتحرق في عشر دقايق كتير في انظمة غذائية قديمة كانوا بيخوفونا من السكر وان احنا ممنوع علينا السكر في يومنا كله ما بناخدش حتى معلقة سكر في اليوم الدكتور جائل عودي برضو اشار وقال ان السكر الابيض مش مسير للمناعة واللي بيعاني من الكابت الدهني الصيام مهم جدا ليه وكمان يفطر على سكر مهم قوي قوي ولو عاوزة تنزلي وزن ودهون مع النظام هتزوجي مع السكر هتزوجي سكر وزبدة زي منا حتى كده زبدة وسكر مع بعض وعايز اقولك عن تجربة يعني هي دهون الجسم كلها بتنزل مع بعضها كده يعني بيبقى فيه تناغم كده في نزول الدهون يعني مش في منطقة معينة تنزل ومنطقة تانية لأ فكله بالصبر يعني ممكن تاخدي عصير برضو بالسكر مع الواجبة دي يبقى كويس قوي او عصير قصب او حتى مية بسكر الدكتور قايل ان العصائر المعلبة بتكون افضل من العصائر الفريش هتلاقي كمان المعدة ارتاحت والقولون وهتحس بنشاط وعندك طاقة كده وجودة في النوم احسن من الاول زي ما انتوا شايفين هنا خلاص انا اخدت كل الموز مسح كل الطاصة كده بالسكر بالكرمل اللي فيها بالزبدة بكل حاجة مفيش حاجة لزقة خالص في الطاصة طلعتهم في طبق لوحدهم وفتحت النار كده على هدتها شوية وحطيت مكان الموز التوستتين دول ياخدوا يعني من طعم الموز اللي انا كنت حطاه والزبدة يتحمصوا شوية بنفس الطعم بنفس طعم الموز والزبدة دي اضافة يعني لو حاب انك تضي فيها انا دايما بجيب شوكولاتة المطبخ بتاعة ديريم بتكون خام وبتكون دارك تعتبر دي احسن شوكولاتة انا جربتها شوكولاتة مطبخ غير الاسبريد طبعا سيحتافل مايكرويف وهحطها على التوست ولو عندك اطفال ماشيين على نظام الطيبات اعمل لهم برضو الواجبة دي كلها طاقة وكلها طعم حلوة اوي ومشبعة اوي اوي وكمان شكلها حلو وممكن انها تشجع الاطفال انه هما يكلوها انا حطيتها كده بشكل عشوائي ممكن انت بقى تعملي عليها شكل ميكي ماوس ممكن تعمليها باي شكل بقى انت حباء لاطفالك كانت لذيذة جدا جدا طبعا انا اضفت القرفة انا زيت اقول لكم ضفت القرفة للموس وهو على النار سؤال من بنوتا معايا بتسأل على التلبينة بتاعة الشعير مسموحة معانا هو بصراحة الدكتور ما صرحش انها ممنوعة ولا صرح انها مسموحة هو قال ممكن انها تتاخد بالمية مرة كده كل شهر او شهرين بس هما منعهاش نهائي بشرط تكون بالمية وبعادي خلص عن الحليب طيب ولا بتسأل عايزة تعرف النظام في الصيام الاسلامي يعني افطر على ايه انا عن نفسي كنت باعمل ايه في الصيام اللي بتاع رمضان والصيام بتاع الايام دي رجب وشعبان اما كنت بصوم كنت بايا اخد ثلاث حبات من الطمر وكباية من القهوة يعني فنجان من القهوة اول المغرب ما يأزن وممكن شوية ماية كمان بعد ساعتين او ثلاثة كده احس بالجوع اخد الوجبة الاساسية بتاعتي اللي اساسها رز ممكن رز وشربة رز ولحمة رز وبطاطس خلاص وماخدش اي حاجة خالص يبقى صيام جاف تماما لغاية الوجبة بتاعت الصحور ووجبة الصحور بتاعتي كت بتبقى الساعة اثنين صباحا يعني قبل الفجر بحوالي ساعتين او ثلاثة باخد فيها بقى الحاجة اللي تشبعني ممكن تستايب اي نوع من انواع الجبن اللي مسموحة معا وعندك هنا قائمة تشغيل بكل فيديوهات نظام الطيبات فيها واجبات للفطار ممكن تبدليها وتبقى واجبة الفطار اللي موجودة عندي هنا في الفيديوهات تبقى واجبة صحور لك اخدت كمان شوية من اللب السوري ده انا بحبه جدا جدا الحمد لله ان هو معنا وكمان ما تمنعش نحمد الله لو كنت معايا لغاية هنا ولسه ما عملتش لايك للفيديو لو عجبك اي حاجة من اللي انا قلتها او عملتها ممكن تشجعيني بلايك وكمان تعملي شير لاصحابك فيه سؤال كمان انا ماشي على نظام الطيبات من حوالي اسبوع والقولون مرتاح بس ما عديش على طول منتفقة فيها غازات جزاك الله خير يا دينا حبيبتنا الرئيقة الطيبة الحنون شكرا لك والكلامك الطيب ممكن ان انت مش بيتطولي عدد الفترات ما بين كل واجبة والتانية حاولي تطولي العدد بتاع الساعات كمان ما تمليش بطنك على الاخر اما تيجي تكلي خلي شوية كده للنفس كمان ممكن تكوني اكلتي كزا حاجة مع بعض في واجبة واحدة يعني عملتي كزا تداخل كده لكزا نوع من انواع الطعام مع بعض ممكن يكون ده برضو اللي عملك انتفاخات وغازات فانتبهي بقى للموضوع ده بعد الفتر بحب اشرب قهوة والقهوة بتكون سادة بشرة صارة بقى لكل حبيبي اللي بيقولوا ان التوست غالي او لكل حبيبي اللي موجودين خارج مصر ومش عارفين انه هم يلاقوا التوست شبيه الريتش بيك الدكتور بنفسه قال انه هو بقاله شهر وشوية ماشي على الرز فقط ما اكلش خالص اي توست فممكن ان انتو حضراتكم تاكلوا الرز بس مع رز وبطاطس او رز وشربة او رز ولحمة ممكن تعملوا تشكيلة كده للرز بحيث ان انتو ما تزهقوش منه ويبقى افطار برضو غدا يبقى بديل للتوست بتعريدش بيك زي الدكتور ما قال ممكن انكم تعيشوا على الرز يعني الرز والدهون والسكر والحبوب دي طبعا ما نستغناش عنهم ابدا في نظام الطيبات اتكونت باسم افهد احمد انا ماشي على النظام وكان جسمي ماشي على الساعة وكل الام اختفد بس عملت فتير مشالتت واكلت منه للأسف وجيت بالليل اكلت اتنين كوكيز تاني يوم الصبح راجع علي حرقان البول وآلام اكتر من الاول اعمل ايه؟ اخطر علمنا ان اي لغبطة حصلت بقصد او بدون قصد الصيام هو الحل لازم تصومي على اقل يومين او تلاتة صيام اسلامي وتريحي معدتك خالص خالص ولو اكلتي تاكل حاجات خفيفة يعني شوية رز وشربة زي اللي انت شايفهم دول اخفوا احلى حاجة لاي يوم من ايام سواء تعبانة او مش تعبانة انا عن نفسي الرز والشربة دول هم اللي انا معتمداهم في حياتي اساسا في الغدى بتاعي دايما رز وشربة احلى حاجة واخف حاجة وبعد كده ما نفكرش تاني بقى في الاكل الصحي بتاع زمان والهلسي اللي هو كله خضروات وكله فواكه وهو ده فعلا الصحي والهلسي اللي لازم نمشي عليه الصحي والهلسي فعلا ان احنا نبعد عن الديقيق الابيض الدكتور بنفسه قال الديقيق الابيض وخصوصا العيش البلدي كرسى لانه هو مش عيش اسمر ولا حاجة ده هو دقيق ابيض ومحتوط عليه كده شوية ردة صغيرين طبعا ده اساسه ده ابيض بيحتوي طبعا على مواد رغوية بتلتصق بالجدار بتاع المعدة وبتمنع امتصاص المواد الغذائية كلها وعلى اساس كده بيحصل تقرحات مستمرة في الامعاء وبيكون طبعا موجود التهابات مستمرة في الجسم والالتهابات دي هي سبب كل الامراض بما فيها الكامسر عفانا الله وإياكم حبيبة احمد بتسأل ينفع اشرب زيت الزتون بق كده لوحده وفي اي وقت اي وطبعا ينفع ما فيش مشكلة خالص مش لازم على مياه ولا حاجة خدي معلقة كده اول ما تسحي من النوم على الري هتبقى كويسة معاكي وهتفيدك جدا جدا وهتفيد الكبت كمان هتسهل عملية الاخراج مديحة بتسأل برضو دينا حبيبتي بالنسبة لحقن فيتامين دال هل اخدها بعد الغداء وهل لما اخد الحقنة وما اخدش كابسولة سانسو ولا اخدهم مع بعض اللي اخديهم مع بعض وممكن تاخديها بعد الغداء ما فيش اي مشكلة خالص لان طبعا فيتامين دال بيحتاج دهون واغلب الغداء اللي احنا بنكله بيبقى فيه دهون ياريت يتكتري الدهون شوية في واجبتك وبعد كده اخدي الحقنة بتاعت فيتامين دال وبالشفاء العافية يا رب اهم حاجة بس انك تتبعي التحليل بتاعك علشان ما يزدش فوق المياه لو وصل لغاية مياه يبقى كده تمام قوي اوقفي بقى الفيتامين دالي اللي انت بتاخدية يارب النهاردة تكونوا استفدتوا من الفيديو وعجبكم لو عجبكم اعملولوا لايك لو لسته اول مرة تشوفيني اشتركي معايا في القناة وفعالي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد اميل وشير لاصحابكم وحبيبكم هم كمان يستفيدوا لو عندكم اي سؤال اكتبولي فيه كومنت وشاء الله حجاوبكم عليه ما تنسونيش في دعائكم كل سنة وانتوا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته